يسمى سفر العدد في العبرية بسفر البرية فعندما تجد نفسك تشعر بالوحدة وأنت متواجد في أماكن غريبة وغير مألوفة لك وتتساءل أين الله الآن؟ فهذا السفر هو لك لقد كان الله حياً وسط شعب إسرائيل ووسط خيامهم وفي ترحالهم وذلك ليلاً ونهاراً فقد أعطاهم الرب في كل يوم كفايتهم من الماء والطعام لقد كان الرب دائماً متواجداً من أجلهم لكن الشعب فاشل فاشلاً ذريعاً في البرية لقد تذمروا باستمرار وفقدوا كل اتجاه وتركيز بالرغم أن الرب كان معهم وفي وسطهم فلم يأخذوه بعين الاعتبار فلقد قرروا بأن العمالقة في أرض الموعد هم أكبر من الله الذي في وسطهم لذلك سقط الشعب في البرية في فخ عدم الإيمان لقد كان وقت تجربة بسماح من الله ليأخذ العبيد السابقين ليحولهم إلى جيش عظيم يسير بالإيمان والإيمان فقط وفي هذا الامتحان نجح إثنين فقط يشوع وكالب الذين قالا الرب معنا فلا تخافوهم وهكذا الرب معنا اليوم فلا حاجة لنا لأن نخاف سفر العدد هو سفر يتحدث عن وقت التجربة في البرية فإما أن نتذمر وننصى الله ونقع في فخ عدم الإيمان وإما أن نكون مثل يشوع وكالب عالمين أن الرب معهم متمسكين بالإيمان أقوي حتى النهاية ترجمة نانسي قنقر